اشتركوا في القناة سنن ابن ماجا نبدأ بسنن ابن ماجا سنن ابن ماجا كتاب الأدب باب فضل باب فضل العملي قال المصنف رحمه الله تعالى حدث ابن محمد التنافسي من أسقاط الأزباد سروله الجمعة قال حدثنا وكيا وكيا ابن الجراح الرؤاسي التنين من أساطين المحدثين عن الأعمى السليمان ابن مهران هو أيضا من أساطين المحدثين لكنه يدلس عن المعرور ابن سويد ألاسدي أبو أمية الكوفي قال المعين ثقة قال ابحات المرازي ثقة قال العجلي ثقة على بذر رضي الله عنه وأرضاه أو ظر وأبو ظر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف باسمي والأقرب أنه جندب من جنادة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقياني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا يعني قرب ما يقارب من الأها ومن لقياني بقراب الأرض خطايا أو خطيئة ثم لا يشرك به شيئا لقيته بمثلها هذا حديث جليل جدا وحديث عظيم جدا فيه جمل مهمة عقضية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى أذبت القول لله دل فعلا وهذا ثابت لله بالكتاب والسنة وجماعة للسنة بأن الله يتكلم بصوت وبحرف قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائك إني جعل في الأرض خريفة وإذ قلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا الغرض المقصود إذبات القول لله دل فعلا وإذبات الكلام لله دل فعلا ثابت بالكتاب والسنة قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويتكلم بصوت وبحرف إن الله إذا أراد أن يوحي بالوحي إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم أخذت السماء منه رعد أو رجفة كسلسلة على على صفوه نعم يقول الله تبارك وتعالى تبارك هذا خاص بالله هذا صفر الله خاصة سبحانه جل في علا وتعالى عن كل نقص وعن كل عين من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله أو أزيد وهذا أصله موابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فقال ومن عمل حسنة إذا هم عمدي بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر أمثاله ومن هم بها قال بعشر أمثاله أو أزيد أو قال إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة إذن الزيادة هنا الله يعني على ينظر في العبد وفعله وإخلاصه وصدقه فيعطيها على قدل ذلك قد تتفاقم أو تتعظم الحسنات بسبب إخلاص القلب امرأة بغي سقط كلبا غفر له المسألة على إخلاص القلب نعم قال فلو عشم ثلها وأزيد وهو يزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر يعني تكتب له سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله حسنا سيئة ثم ومعين ذلك فقال الملك فإذا همى بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة قال أو أغفر وهي للمغفرة أقرب بالأموم قول الله لفعلها رحمتي وسعت كل شيء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي قال ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وهذا حق وهذا حق قال الله تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين يعني برحمته قريب من المحسنين من تقرب لها شبرا تقربت وليه ذراعا والمسألة المسافات هذه في حق العبد لا في حق الرب كل هذه المسافات وحتى المسافات الزمنية فإنها في حق العبد لا في حق الرب ولما طرح هذا المثل هذا من أجل التمثيل ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة وفيها إذبات الهرولة لله جل فيه وهي ثابت فيها إذبات الهرولة لله جل فيه وهي ثابت اختلف فيها العلماء من أهل السنة والجماعة اختلافا على التطبيق لا على التأصيل فقالوا الهرولة ليست صفة من صفة الله لفعلها وإلا لقلنا أن هذا منقوف فقط في العبادة التي يمشي فيها والاتفاق على أن كل عبادة أقبل فيها العبد للرب جل في فعلها فإن الله يقبل عليه فيكون المعنى هنا وأتاني هرولة أسرع لي في الأجر أسرع لي في الأجر ومن أتاني يمشي أتيته هرولة والحق أن يأتي نعم وما يأتي ربك أو بعد آيات ربك يأتي ربك فالإتيان أيضا صفة من صفات الله جل في فعلها فالإتيان صفة من صفات الله جل في فعلها والهرولة صفة من صفات الله جل في فعلها يعني أتاه على هذه الهيئة ويأتي الإصراع وهذا أيضا لازمه أن العبد إذا أقبل على الله أسرع الله في قبوله والإقبال عليه وأسرع الله له في الإتابة وأسرع الله له في العطاء ومن أتاني يمشي أتاني هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطايا ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة يعني لو عات في الأرض فسأت لكنه لا يشرك بالله وذهب على التوحيد الخالص التام غفر الله الأوالي للذنوب وقبل ذلك التوحيد نجات قبل ذلك التوحيد نجات فهنا التوحيد نجات لنقاته ما لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة وهذا حق أن التوحيد من المكفرات حق أن التوحيد من المكفرات وخضوات الأدلة على ذلك الكثيرة بل أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخلصهم توحيدا ما قال لا لله خالصا من قلبي يعني هذا الذي ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفائد المصنبطة اثبات الكلام لله للفعل ضرب المثال لتقريب المحسوس المعنوي من المحسوس أو لتقريب المحسوس من المعنوي الشرك هلك الشرك هلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أن أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم